او مي جود هاي افريون كيف كون انا ايام لايف معكونا اليوم حتى هاي بلا شو يوجو بسرعة انتني فرايس 22 ايام عبدالعزيز انا عندي بطلع بسرعة مستحيل اقدر روزالي رياهي اوكي مرح اقدر اقريكن لانو عم تطلع كتير بسرعة بس بدائلكن شغلة ورادين باريح انا حطيت اسئلة عن شو ممكن تسألوني عن برنامي جوال ولا فلتر والصبح اي انا بالاول ايبوشكا هاي انا ام جود الحمدلله بس اتاخرت عليكن عشد ايه لانو ستقولوني مكتب عم برقص نبين مكتبي هاو اريو كنت بالمكتب من الصبح لترالي موقتها فتحت عيوني بلشت شغل انا ام افتو دو اوفيس وقلت لهم لما اجي عن مكتب ما تمصوري دميت وبتل فامبيرز بزيرو كلهم كل الموظفين هاي كبسيف اي لا اي 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 شو اي 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 او splits with the god كل واحد بدو نشكر مني او regulation صي Classic اغم تقارفوني الشغل شوي شوي ما عبدو راكز بحس هالي كانو معمدي I do have a brain I swear بحس هالي هيك يما عبدو راحق ع الكل اوه اوه سمل عند اصلة الي big heart from romania واو Hi everybody اوكي لو من خلو خلو حديثنا لا بليش ليش اطلع معكم لايف اكتر صراحة انا انا انجوي ديس بحس حال انو بتقرب لكم اكتر لما انا جو لايف حدا كتاب لي بدنا الا ايه الا بعتاد بيقولتها بتعفل بصدقوني انو جيت عالبيت وببعفل مين في بالبيت ايسوير الا هون شي الا مش هون لانو انتو اخدتوا لي وقتها بس انيوي ام حافل انو زمان ماني عاملي معكم لايف شو رأيكم نفوت دغري هيك جج باول سؤال اول سؤال انا اليوم ايبوستد عندكم وحدة سبا اي سؤال هتسألوني عن جول بلافلتر سبا لح تاخدوا سكينشوت حتى لو انا عم بحكي لح ارجع له اوكي ولحقول السؤال كان من مين اي سؤال مهم عن جول بلافلتر وين اه الاو نيتن نيتن بالمول عم بيلعب قلتله يرجع على السبع على الثمانه وخلصت اللايف معكم وايلا اي تنك عنده اليوم فوليبول اللا بتعمل فوليبول اللا تمرد بالاسبوع لكن اللا حقرع عليكم ما رح اقرع كلنا بدي نيتن انا بدي نيتن كمان اذا يمكن اذا بيجي نيتن قبل ما خلص اللايف طلو عشوي اوكي شوفو بس ما رح يفهم شي هو انه نحنا هلق لايف انا مكتنا فوف التطن للولاد بالسوشال ميديا اه 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 كيف علاقتك مع كامال و زوجك بعد ان اتهLa استشارة الزوجية من بعد harvest Jonbala Fluter اول سزين اكتر اكتر عن هذا الموضوع انتظر أكل ملي mı كان بمصر اما باي بلد زرتو بهيدي الفترة وكنت عم عمل اجوب على فلتر اكتر شي ركزوا على هيدا السؤال وحتى انتو اليوم بعد كن عم تسألوني اكتر شي عن الكابول ثيرابي عملنا انا وكمال اكتر من عشرين جلسة كنا عم نعمل كل جلسة الجلستين نقعد ساعتين لكم الحقيقة ما اعتقد ولا مرة انا احكيتها بهيدي الطريقة نحن انا وكمال اخدنا ارار ان كنا بهيدي الفترة قبل ما نروح على الكابول ثيرابي كنا منفصلين لفترة ست اسابيع وقررنا انو نرجع نجرب نصلح الشي اللي بانتنا اللي خلينا نوصل لهيدي المرحلة سو انا اخر شي يعني اخر بتبقوله خرطوشة هي انو نحن نروح عند كابول ثيرابيست وكنت انا عم بطلب انو هيدا الشي قبل ما نفصل لكن تعرفوا الرجال كلهم تقريبا هيك ما بيحبوا بيفكروا انو اذا بيتموا الشغلة تحت السجادة بتروح بتختفي لحاله ونحن الستاتة we like to solve problems نحن ما منحب انو to pretend الرجل والمارا مختلفين احنا كليا عن بعض اذا شئنا بعرفه وسكن لازم نعرف نتعامل ونعيش مع بعض لما رحنا على الكابول ثيرابي ما في اقول انو ساعدتني مية بالمية اذا في شي اسمه مليار بالمية هي كانت مليار بالمية الكابول ثيرابيست حلت لنا في مشكلة كان عنا ياها مش عارفين نحلة بين بعض وكان طبيك كتير حساس بيناتنا كان لنا خمسة عشر سنة مش منتخنع عهد الشغلة بس هذه شالك كانت اللي تفهم عنا تانيتنا كله حب منا فهمينا بطريقة معينة ولما تفسرت لكما الاستوعب ان اذا الشي كان بوزيتف منو نيجيتف هنا اوقات في اشي الامور البسيطة الكابول ثيرابيست بتقدر تحله وحتى على اشي الكبير بتاخد وقت لكن اللي بدأ لكم ايه نحنا اخدنا قرار لانه اول مرة رحنا كنا رايحين محمسين ان احنا رجعنا لبعض وبدنا نصلح زواجنا اول ما رحنا من اول كم سؤال بلشنا نتخانق مع بعض لانه عم نفتح اكيد القصص اللي هي بتزعجنا اللي احنا كنا عم نجرب انه نطمة لما بلاجنا نحكي عن ايش بتزعجنا صرت انا مأخورة منه ومدايق مني صرت ابكي صار هو يبكي بمرحلة معينة بالثيرابي وصار كمان يقول انه خلاص انا لش وجينا لهون احنا كان مبنى شي عاوزك وكانت اول كمان تخبرنا انه اذا هلأ بتتركوا من هون بتفكروا انه قبل ما يشتوا لعندي كما بيكون شي انتوا غلطانين انه اول مشكل بينيه تكون هترعوا تنكشوا كل الشي البشع اللي انتوا عم تمروا فيه وعنجا ما بيكون فيه راجعة سو قلت له تع نعمل شغلة تع نقول ان احنا هون مع اول كبروثيرابيس هذا مكان امن شو ما يصير بيناتنا شو ما يكون فيه حكي شو ما نقذي بعض شو ما يعني لازم نحل الامور اول مطلع من هون ما بقى منرجع منفتح حديث شو صار كلام جوا بس منرجع منفتح اولاد الحديثة منرجع نقعد عنده بهيد القودة وناخد قرار انه هيد القودة تنقدر نحن نحل امورنا من نحكي بكل شفافية هو نوع الكذب يعني اذا انا مثلا بقول انه انت قلت هيك ما فيك تقول حد ثيرابيس انه انا لا ما قلت هيك هاد الشي انا بسفزني كتير انه بكره الكذب يعني انا لقالي الكذب هو خياني يعني انا ما فيه عيش بحياتي وانا نكون عم كذب عجوزة انا ما ربي بكره هالكذب ما فيه قلقون قدي بكره هالكذب لدرجة انه انا هلقدي شفافية شفافية معكن لانه فعلا بكره هالكذب بحسوا ما قلو طعم الكذب بالحياة وانا كتير بنجرح اذا ولادي كذبوا علي اذا امي كذبت علي اذا باي كذب واذا كمين جوزة كذب علي اذا قلت له لما نكون مع الكابوثيرابيست تعان نكون حقيقيا مع بعض حتى تقدر هي تشفيلنا علاقتنا واللي بدى لكم هي انه من اصل عشر حلقات عشر يعني زيارات لالها بس كانوا قد عشرين زيارة ما في زيارة قطعت على خير بلا بكة لكن كنا عم نشوف تقدم هافوي لكم الحقيقة يمكن تالت جلسة رابع جلسة حاسينا انه تراجعنا لورا فجأة انه نحنا رجعنا للسفر انه نحنا صرنا اسوأ من قبل ما بلشنا اكيد صرنا اسوأ لانه عم ندوس على المحل البيوجع اثناناتنا كثير منيح يكون في شخص كل دراسته كل حياته هي لتنقذ العلاقات الزوجية فشيز اكسبورت وقد ما انا اوقات كنت رافضة انه اسمع لها بالنهاية ضروري اسمع لها اكتر قد ما كان اوقات كمال يكون رافض اسمع لها مفروض نسمع لها وشوي شوي كل شي كنت عم تقلنا اياه مع الوقت ومع الجلسات صرنا عم نتقبله وصرنا عم نجرم انه نحققه بحياتنا اليومية لوقت ما نرجع لعنده فهدا الجواب كان شوي طويل عليكم بس كتار منكم سألتوني عن الكابوثيرابي هل يا ترى بعدنا مكافين بالكابوثيرابي انا وكمال لا هل يا ترى لازم نكافي بالكابوثيرابي انا وكمال اكيد هل يا ترى بنصح كل حدا يعمل كابوثيرابي اكيد انا شو بنصح ولادي انا بنصح ولادي اصلا نروع عن كابوثيرابيس قبل ما يتجوزوا لانه اكيد حتى بالفترة هيدي الكتير روعة بصير في قشة نحنا ما بنحبه عن بعض بس نحنا شو بنعمل منصير منطمة 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 لما سير الواحد اخد وجه عالتاني بتطلع بطريقة كتير بشعة مثل فولكانو وتطلع بطريقة تصدم الشخص التاني ان اذا انا جوزة بيجي بقلي كل شو بكرهوا فيي حيصدمني اذا حيكبهم كلهم علي مرة واحدة واذا انا كمين بدي اقوله اشي اللي بكرهها الاشي اللي هو بيعمله حقصدمه اذا انا بس بكون مخبيتهم على سنة سنتين هالفترة الهانيمون بنسميه اول سنتين اذا انا لقلي بالعكس انا بقول الكابوثيرابي دي تكون جزء من كل كابو وانا بتمنى لو بكرا باستقبل ولادي اذا بدون يتجوزوا ان كان بيلي اما الا اما نيثن يروح عن كابوثيرابيست سوري انا كيف انا معك امال لذلك بعد رحت كابوثيرابي اكيد احسن من اليوم مرة كيف انا معك امال لذلك بعد كابوثيرابي شو الاكتر شي تعلمتي من بعض الكابوثيرابي تعلمت انه لحالنا انا وياي ما رح نقدر نحل نحل مشاكلنا هدي مستحيلة لانه كل واحد بيكون متشبس بعقله كل واحد بيكون يعني عنده افكاره انه هو الصح كابوثيرابي هي الطريقة الوحيدة للواحد يقدر يتعلم شو هي اغلاطه وشي اوقات اشه بشخصيته لازم يغيرها مش بسكرميل مثلا كمال لو ميما كان رجال حدي لانه المرأة بتفاكل غير الرجل والثيرابيس تكون هي دارسة عقلية المرأة وعقلية الرجل فيها تنصح الامرأة شو ممكن الرجل يكون متوقع منها اللي هي بتكون اوقات مبنى تعطية لذلك اكيد اتعلمت كثير هل تتعلمت مع كمال؟ خليشوف كون تبعث في قصص تانية عن كمال تنعملهم كلهم مرة واحدة اه اه اوكي جول انت وحق اه اي اوكي بسرحة دررل اه اه ام اك بكون اك اوكي كمانا هون عن كابوثيرابي هل دد كابوثيرابي جانوري هاوب هل دد اشوز ريسورفاس لاترون هون عم سألني اذا الكابوثيرابي ساعدتنا واذا هالمشاكل اللي رجعت طلعت بعد فترة نفس المشاكل اللي حكينا عنا لا ما رجعت طلعت بس انا ليش بقلت لكم قبل شوانا لازم نكفي انا وجوزي كابوثيرابي لانه بيضل في مشاكل انا ما بصدق ابدا انه في شخصين عايشين بتحت سقف واحد وما بتخانه حطوا اخت وخيه بيتخانه حطوا ناسين تربوا من كل حياته منسل البيت مع نسل الام والبي بتخانه كيف اذا شخصين كل واحد كان عنده تربية معينة اهلوا بفقل طريقة مختلفة اصحابهم مختلفين عنهم يمكن خلقوا ببلدين مختلفة عن بعض كيف بدون تقوم في خناقة بين المره والرجل كالزابين اللي بقولوا ما عندهم خناقة فانا ذاتس واي انا اللي بقولوا انه الاشيه اللي حكينا عنا بالكابوثيرابي لا ما رجعت طلعت انو عملنا عشرين ساشن وكان تركيزنا على الاشيه الاساسيه اللي كانت جزء من الانفصال تبعنا لكن هاليا ترى اطلع معنا مشاكل تاني ياس طلع معنا مشاكل تاني وانا طلع ويني ارجع اروح عن كابوثيرابيست ارجع توميك شور انو الحياة ما بتستاهل الواحد يتخانه بس اوقات ما بعض شو بخلي الانسان يتخانق مع زوجه ام الرجل تخانق مع مرته والاوقات الواحد بيفقد السيطرة والقصص الصغير التافهة بتكبر وتذكر خبرتنا شغلة انو حتى لما الواحد يكون مجوز عشرين سنة بعد عشرين سنة عم تخانق عن شغلة كات من البداية وانا اذا الواحد بيضله عم بيشوف كابوثيرابيست من فترة وعم بيحل الامور هموه بتقل ما بتكتر ههوا مشترك خل вариант هاي اللح Hakata هالله فابرا عليا مع السؤال لي قبله هون كنت بتله هولة 3 عن كامال اللحجبهنا عنه دعنا جاوبون هاذا اذا بعدكم مجوزة كمال نعم انا بعدنا مجوزة كمال كرميل الكاي انا ليش ما بقعم بالوصحر في الكاي صراحة ان شلحته ابل ما رحت على فرنسا لانه كنت خايفي ينسرق هيدا تالت واحد انا لقلي اول واحد ان سرق بسويسرا كنت عم نعمل مساج كنا عم نعمل سكي و سرقت لي تبع المساج سو شلحته حطيته عالطاولة نسيته لانه نزلت قلة لعندي قبل ما خلص الساعة تبعين ما في ارتاح اكيد فخلص رحت طلعتنا الاوده بسرعة نسيته تاني نهار سألت عنه قال ما عنده شي انا اينو انه هي تبع المساج سرقته اما اللي فاته نظفه الاوده من بعده تاني مرة انسرق تاني مرة كيف انسرق تاني مرة صراحة انا بحث انه هيدا الهلق انا عندي ايه هو التالت مش التاني حتى التاني انسرق سوري بس انه سيت بجرب اوقات انسى هالاشه الكتير بشعة محظ التاني انسرق بفرنسا I really can not tell you وما بدي كذب عليكم Really 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 هلق هالثاني هاي ما بقى بتذكر كيف التاني انسرق التالت اللي انا عم بلبسه اخدت يعني decision قبل الصيفية حتى شفته هول هول ما اخدتهم معي هول راتش تقتلهم رات هلق جيتوا ولبستهم فحرف الكي منو عن قصد بس شلحت رو ما بقى بدي اخسره هل سمق له علاقة بأي شي من الاشعات اللي طلعت Are you back with him after he cheated on you وين في مرة واحدة سمعتوني انا عم بقول انه جوزة خيني مع مرة انا بعفون لما انتو عم تكتبوا انو تشيتد اصلا تقول انو مع مرة وسمعت كتير بهال فترة الاخيرة انو حدا شايف جوزة مع واحدة شقرة على بوت على ياخت اما على شخطورة اما على حسكة انو عمل بوت بسان تروبي اول شي هد اول سنة ما رحنا على بوت بسان تروبي مداعسنا سان تروبي بالبوت لانو البوت تبعنا كان الانجين تبعه كان الموتار خربين فكنا بس عم لدينا نروح على انترلت دوزير فهد اول شي فجوزة مداعس على بوت بسان تروبي الشغل الثاني مين قالكم يعني انا بتعفو ليت تركت هذا الموضوع وما احكيت عنه له هلا لانو قديش بضحت الموضوع انو العالم تطلع بإشاعات والكل بصير بسد بس ما حدا سماعه مني مافي ولا فيديو مافي ولا مره انا كات بشي انو انا وجوزة طلقنا انا وجوزة تركنا انا وجوزة عندي مشاكل مع كمال غير بالرياليتي شو اللي حضرتولي كد كتير صريحة معكن يعني لدرجة انو ما خبينا شي عنكن انا ويك انا منفصلين بس بعدنا اكيد عنا ولاد بين بعض فما رح بتعرفو كاركتاري انا تركت وطلقت جوزة اللي قولينة وضلوا بيجوا لعندي وبيعمل هوليدي عندي بفرنسا بس قلتلكم انا مطلقة من اول يوم انا طلعت عالشاشة واول مرة بعمل انترفيو مجلة انا حكيت بكل صدق انو انا مطلقة بس انا كتير عادي يلاقي حلوة مع طليقه بس ولا مرة انا حكيت انو انا طلقت كمال اما تركت كمال غير الرياليتي وعده مصور مثل التسنين يا جماعة كلكم انو بتعرفوا انو وطلعت كتير عنو بالبرنامج سوو لا هالصيفية ما كان فيش شي بخصه لكمال لما حطيت البوست الاسود انا حسيت بيحزن كتير كبير كان صار معي مشكل انا وجوزة تخنقنا مخانقة كتير كبيرة حسيت انو سبحان الله كلما روح عا فرنسا ونزل الصورة انا وكمال تاني يوم اما بنفس اليوم بيعلق مشكل مقلو طعمة ليش اللي مقلو طعمة لو في مرة تانية فكركوا انا ببقى يا جماعة ليش دبقى مع رجال اللي انا اصلا بيظهر علي هل انو بيظهر علي يعني انو اول شي بس انو مرح قلي الاحترام لأي مرة تانية بس انو انا مني متكلمة ديان على كمال مني شخصيتي ضعيفة لدرجة انا ابقى مع رجل اذا بيخوني مع مرة تانية ومني مرة ما بعرف يعني ما في ولا رجال ممكن يتقدم لي اما يكون عندي حتى شريك صديق يكون جنبي اذا انا بتركه لجوزة فشالشي اللي انا بيخليني اتركه اذا هو عم بيخوني ايا مرة بعقلة اذا مرنا هي ولا متكلي على جوزة ماديا بتبقى مع رجال بيخونه انو هيدي اكبر اذا رجال بيخون مرة وبتضل معه ما بقدر استوعب انا كيف ممكن تقدر تعمل ايا مرة هيدي الشغلة فهيدي اموه من راسكن فولا مرة هو خاني مع مرة لما انا مرة كنت عم بحكي انو الكذب هو خياني انا بيعرف انو الكذب هو خياني بشكلنا من قبل ايه كاني كذب علي بشغلي انا مرح بحياتي احكيها لالكن انا بقلكن انا يمكن لباية مشايلتها لأمي مشايلتها هاي تباينو وباينو بس انا الشفافة لدرجة انو قلتلكن انا وجوزة منفصلين ياس انا جوزة انو احنا كابوثيرابي ياس هلا بها الصيفية لما حتيت الصورة السودة حازيت قديش السوشال ميديا عم بتكون بشعة لالي بنوعا ما انو انا كلما نزل صورة انا وجوزة ولو اللي سبع سنين اي نوتس اس انو انا بدباي يا بنزلكون صور اي كاندي يا بنزلكون صور لكلينيكا يا بنزل اشياء بتخص جوالباريس اما بنزل شي بخص مثلا ال ستايل ايش رقيتوا بتحبوا تشوفوا لكن قليل 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 انا وبدباي بنزل صورة انا وكمال لانو ما كتير نظهر اصلا تكونوا عندي هالكونتين نزلكون صور فكنت عم بلاحظ كلما روعوا في فرنسا بنزل صورة معنو انا بكره امن بالعين انتو انا عم يقلكون ايها هايدي بكره امن بالعين بحب يقول انو الله هو الحيمة بس عم بحس انو لأ عن جد في عين لكن ما كون بفرنسا ومبسوط انا جوزي ودهرين منزل صورة ولو كعمو يا نفس الليلة يا تاني يوم بده تخرب بيني وبينه بس مش انو طلقنا عملتوني طلقت ورحت ع ايطاليا وصل لي شي من حدا ورحت ع ايطاليا وطلقت حتيت الاسؤل انو حازيت انو هلا قدي سوشال ميديا بشعة هلا قدي عم يكون لك وجه بشعة علي ايطاليا 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 بدي ركز على ساعاتي بدي روح عمو السبار بدي روح عمو الغولف بدي بصرت انا وليدي بالبسين وما بدي ركز بقى على السوشال ميديا صار عندي مثل الغضب ضد السوشال ميديا اما ضد العالم الهيترز على السوشال ميديا this was my problem وقامت كل صورة انا وجوزي انا وجوزي this is what i felt ايشي في انا وجوزي هذا الشي اللي عم تنسل الناس البشعة مش الكل اعتزاري اذا عم تطلع انو الكل انا بحف انو الاكتريتكن you are such good people اكريت العالم مثلا بتلحقني العالم انا بحسها كتير تشبهني مش الهيترز اوقات بقلكم انو الشيطان في ناس شيطانة ايه في ناس شيطانة في ناس هي بتحب تكون شيطانة انا بحب كون الانجل انا بحب كل العالم اتمنانهم لخير وصل الى الجميع اتمنى الى الكل احلى حياة بالدنيا وما بغير من حدا وتطلع العالم اللي اغنى مني بكتير والاحلى مني بكتير والاصغر مني بكتير ولا مرولي انا بدي حياته شلع شنهار اذا اشتغلت كتير اذا صحت الفرصة بس مش انو انا ما بديها تعيش في الحياة الحلوة لانو انا مش عم بعيشة يا جماعة انا ما بتطلع تشوف شو عنده او شو بتلبس سياراته بيوته بس منبسطله ما بيزعله حاسيت انه قديش في حقد هالسوشال ميديا والحقد سمحه عم بيكون لك عين بشع علي وعلى جوزة انبتكلر انبتكلر يعني عن جد مش عم مش عم يعني مش عم كذب عليكم قمت كل شي انا ويا لانو ما هيزيد ويأخر شو قولو ما هيزيد لكم شي ما هيناقص لكم شي وصوري انا ويا لحجرب يعني ما بقى حط عالسوشال ميديا بس انو انا وجوزة مع بعض ياس خاني مع مرة لا لو خاني مع مرة بظل معو اكيد لا بس انو انا وكامال نحن معجل وكل شي اي جيد ولوم كنا مع بعض بشغل ورجعت معص تريدي عالشغل ورجعت معه عالبيت ولا راح تشوف نايتن مرتركته ترجع له وليل لم تشات عني ديت كابو ثربي جنوري هدا كله خلصنيها شو رأيكم هلا نشوف شي سؤالتين عجل بلا فيلتر في عندك شي سؤال ما بخص كمان ما بخص بقى الثربي في شي هون يسألون اذا بيق امريكا فيهم يحضروا I think yes بامريكا MBC1 عادكم MBC1 فيكم تحضروا نيفين مكتبي بتكتب لي هل في حدا من عائلتي كان ضد الرياليتي شو صراحة لا هدا السؤال كمان سألني كتير لو كنت عم بروموشن للبرنامج لانه ما خليت ولا حدا نحس انه في كاميرات يعني انا قبل ما بلشوا كاميرات الشاهد والMBC صوروا البرنامج وفوتوا ع قلب البيت انا كان هو خي جورجيو فريزيدانتي اللي عطول بعمله تاك هو اللي عم بيصورنا على فترة اربع سنين عشان ايك بي برنامج والب على فلتر بتشوفه كتير اوقات مشاهد قبل ما حبيبي نيثن يجي على حياتنا وقبل ما يفوتوا الكاميرات على على بيته فهول المشاهد هو مصورين من خيه فعلى اربع سنين خيه عم يصورنا بدي اعطيكم اكزامبل تخيلوا انتو هلا انتو هلا بعرس اول ما تفوتوا العرس بتلاحظوا اه اه لك عم يصوروا هون صور فتو اه لك هون عم يصوروا فيديو بعد عشرة دقائق خلص بقى بتنسوا انو حدا عم يصوركم فيديو ويلا عم ترقسوا وعم تاكلوا وعم تحكوا وعم لك فستانا حلو مش حلو لا بدرشوا ايه لك هل شفتي هاي فستانا اوقات الكاميرا بتلقتكم بملاقطات انو ما بيكونوا حاسين عليها هيك بالزبط برنامج والب على فلتر تصور بلا ما حدا يحس عشان هيك اذا بتشوفوا ولادي حتى نيتن البيبي اللي ما بيفهم ما فينا نقله نيتن ما تطلع على الكاميرا ما عم يطلع بالكاميرا لانو ما حدا عم بيحس بالكاميرا سو ما حدا حس بوجودهم بالبيت لكن شي الصعب ما رح كذب عليكم كان فيه تقريبا 25 واحد موجود معنا بالبيت لكن اما احنا مثلا نقوم بالسالون بيكون الكل اما مثلا بقوت التيفي اما بالمطبخ اما نصهم واقفين برا يعني الهول اللي بيزبطوا الاضاءة و البلا بلا بلا اذا فيتنا على المطبخ كلهم بصيروا بالسالون بيودة التيفي بالحمام برا فولا مرة كان الفريق معنا عم بيعيش حياتنا معنا غير الكم كاميرا اللي كتير بعيدة عنا وعم بيخدوا بسنة بعادة عنا فعشان هيك الولاد اما امي اما بي اما الكل اذا بتلاحظوا كاميرا اللي كاميرا من الصباح لوقتها اصلا كاميرات بالبيت قبل ما انا قوة عالصبح وبيفلو انا بكون قريدي صرت بقوتة وعم غسي الوجه ووقات بيلحقنا عالقودة بس انو كان فيه وقت معي مثلا على 11 بالليل منوقف تصوير كل شي كان عم بصير معنا عهل فترة الشهرين وقت التصوير وكاميرات الان بي سي وشاهد معنا كان كله عم بيتوسق تاين حد برياليتي شو اجا اجا سؤال انا مش عكم انا اخدته انو اذا فيه اي شغلة اه هون بسا حد احط لي يعني انت بتلبسي فساطين وبتحطي ميكب حتى بالبيت انو اي بسا طلعوا هلق فول ميكب اما انا جاي من المكتب انا بوعى الصبح لاخر الليل ياما بروع المكتب اما عندي فوتوشوتي اما يعني لحقتوني بالبرنامج وشفته انو ياس انا كل يوم بقوم بزبط حالي و بظهر من البيت اما بكون راجع عالبيت سو يا معظم الوقت انا بزبطة حالي وفيه الاوقات بتشوفوني بمنح حتا كتير ميكب فيه اوقات كم حتا كتير ميكب حسب شو الى افنت اللي عندي اياه بهيدا نهار شو عم بشتغل بهيدا نهار ما تنسو كتير من الايام كن انا عم بصور الايكادي عم بصور لدبدوب طلعوا برات البيت راحة عالمكتب راحة عالستوديو وعلى فكرة انا مثلا هلق لانو راجع من فرنسا وكنت شالحة كل شي بعضو كل شي بالسيف بالخزنة بعد ما لبست غراضي لما البس خواتمي خاص انا بتحمم بكل شي بتحمم بعقودتي بتحمم بحلقي مثلا هولي كلهم هول ما بينقاموا هول هاي هاي ما بتنقام بس هاي دي طويلة بقيمة بالليل بس انو ياس انا بطبخ بكل شي فاللي ملاحظي علي من زمان اه منا هذت وانا ما كنت لاحظ انه ان انشي غريب ولاغ غير عالم انا حتي الساعات الكبيرة بنا في منذ و البعฯى ان هشى غريب لبعض العالم بس انا كذلك ولتقيت بالناس انه ايه مثلي بينمو بالجولوري طبعهم مثل ايه بروديوسر رانا بتنين بساعته مثل ما هي وتبعه بتنين بالجولوري طبعيته حتى لو شكي عشرين حلا بدينته اذا انا انا معظم الايام بالبوس لانه في عندي اشه بحيتي عم بعمله جوال انتي مثل متل متل اعلى احلى برنامج شفته هو جول بالفرتر كتير بكيت بالحلقه احنا مفخرين فيك احنا ده مانا سؤال بدنا سيزن ثري ان فور بقى ما بعرف اذا احنا عموا سيزن ثري ان فور ننطر الان بي سي لي خبرونا وشاهد اوكي ايس الوث كمال اوكي هولي كلهم جوابت عليهم شو عنديك شي جديد اوكي بالعربي اوكي خليني شوف لكم اذا بعد في شي هون من الاسئلة اللي انا اخدت لكم سكين شوت عليها اوكي هيا عن الفستان اوكي هادي امريكا وكندا اوكي 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 هون سألتوني مبارح بحلقة مبارح الحلقة الثالثة كان فيه كان فيه عملية شد الوجه يلي اوكي تركتها سيكرت فرجيتكن اياها انا وفيتها على المستشفى تعمل الفيسلف تباعي وفرجيتكن لما اجا دكتور مايكل ضغري اللي عندي عالبيت عم يفكر لي القطب من قلب 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 داينتي اوكي هون احدا كتب لي كان فيه قلم كتير بعملية شد الوجه اذا بدي لكم الحقيقة مش كتير ناس حتصدقني وما فيه واجع هالعملية اما انا بالاحرى متوجعت بس الحقيقة انه ضغري بعد العملية كان وجه بالان وبعد 24 ساعة صار وجه هال اد الرينج لايت اللي احطته ورا ورا الموبايل بذكر كتير خفت ودقيت لدكتور مايكل نص الليل انه انا كتير ورا موجه اللي ما تخافي ورا من الوجه اكتر ورا بيخفي بسرعة من ورا الجرافتي فعلا طلعت من المستشفى وصورت لكم ونزلت لكم فيديو وقتا كيف بسرعة راح الورم بس واجع ما كان عندي واجع ابدا وهيدا البي برنامج جوالبه لما اجل دكتور مايكلتا امي القطب كان بعد 7 تيام بس كنتم شايفين انه وجه ما في زراء وما كان في واجع بالمرة ضغري ضغري يعني خف الورم طبع الوجه اه شو بعد شو ام ام اوكي سوري هيدا جوبت علي قبل اوكي هاو دي كيدز رياكت كاميرا هدا كما يجوابكن علي كيف الولادة تعاملوا مع الكاميرا لما كان كاميرا حولينا كل وقت ما نلاحظوا الكاميرات الا لما كاننا عم نروح على الستوديو وعم نحكي الكمفاشن لما كانوا البروديوسر عم يسألونا مثلا انه بيسألوا الا سؤال ووقت هادا شي مانه كتير صعب لانه انا بتحسي حالا عم بتجاوب البروديوسر وعن شي مانه مانه سكرت محده اي الا اولي هيك او محفظة هيدا عم تحكي عن شعوره عن احساسه عن اللي صار معنا يعني انا عم تخبر خبرية كنو هتو جبتو اي ولد اولاد شو صار لهم المدرسة شو قالت لك المعلمة شو قالت صديقك لعبت مع اصحابك اوه اذا الولاد بيحكي بطريقة جيدة حتى بيلي اللي بيكره 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 يتصور كان عادلو لانه عم بيحكم مع شخص ورا الكاميرا بس وقت كنا عم اصور كعائلة ما عم انتبهه الكاميرا ولا حتى نيثن عم انتبهه الكاميرا حتى كل مرة حتى نيثن اطلع بالكاميرا اوكي هون حبيت هادا السؤال كتير انه انه بعتقد اللي عم بتقوله انه شو في شي اللي انا ممكن احكيكون هلا عنه اللي انا مثلا مرضيت انه يفرجوا بالبرنامج اوكي اوكي وانا متأكد انه انتو كلكن لح تصدقون اللي ما اقلكن اذا انا كنت مستعدة احكي عن اكتر شي حساسة اللي هي كانت انفصالي انا وجوزة من سنتين وناس حس وانه رحنا تنرمم علاقتنا عن ما كانت حياتنا لازم بما انه احنا مرتحين مع نفسنا ما نخاف من ردة فعل العالم يعني نفرجيكن حالنا على حققتنا متل ما نحنا سو ما كان فيه صدقوني ولا اي شغلة انا كنت بقول انا اه لأ هون ممنوع تصوره اما هون اذا صورته اصلا بالكونترا تبع شاهد والم بي سي ما كان ممنوع اني اتدخل سو انا كنت بحضر مثلكون يعني بحضر الحلقات على التيفي متلي مثلكون وما كان في عندي صلاحية انه لأ هايدي اموها هايدي خلوها سو انا بالاصل كنت بدي انه نخلي كلشي لانه بديكوا نشوفوا شي حقيقي لانه نحنا ما منشوف حياته ولا حدا معروف مشهور على حقيقته انا ما بعرف هايفة كيف عايشة ما بعرف اليسا كيف عايشة day to day ما بعرف مين اصحابهم مين اهلهم كيف اما بتحكي معه كيف باية بتعامل معه كيف زوجة بتعامل معه كيف اصحابه كيف هي بتتعامل مع الناس بتشتغل معهن هايدي كله نحنا معنى ولا اي فكر فحبيت كون الاولى انه فارجيه كن حياتي على حقيقته متل ما هي كيف انا ببيتي مع ولاده مع حيوناتي مع اصحابه مع موظفين بالشغل بكل شي انا عم بعمله بكل شي انا بتخبيه عنكم لا nothing وانا بعتدي ادي ادي شي كتير واضح اصلا شو عندك انا هوني خلصوا ليش اللي انا كتبتلكون اياها خلصتلكون اياها كنينك جول في فلسطين اليك اما الاسم لا الي يس اوكي هل كان في مشهد مش حقيقه خلال البرنامج يعني عملته المشهد كرمل اثاره لا بس كان في المشهد اللي لما نزل استفزني كتير استفزتني ردة فعل العالم وهذا بسيزن 2 كنين ما بدي احكي عن سيزن 2 سكنين احكي عن سيزن 2 واللي ما حضر فيكم تفوت وتحضر على شاهد او فيكم تنتروا اللي يطلع على الان بي سي وان اذا ما عندكم شاهد هي لما بنتي وقته فكشت اجراء وكنا انا وكمال بي كان وكنا عم نعمل السبا وفجأة بلاقي انو في عندي ثلاثة مسكول من انا قلبي عكين عم بيدق فلما جاهد دقيت الله عم بحكيها اي اكيد انا من نبرد صوته لبنتي بدي فز يعني انا بتذكر لما نزل هيدا الفيديو عندي بتاعفه عملت بلوك لفوق السبعين شخص كل حدا صاريت مسخر كتير استفزوني هولا العالم فيكن تقولولي عجوز فيكن تقولولي ما منحبك فيكن تقولولي تقيلة الدم فيكن تقولولي بشعة فيكن تقولولي مقلو الطعم المحتوى تبعي فيكن تقولولي شو متكن فيكن تقولولي بس ما تقولولي كذابة لهالدرجة انو انا الصدق بس اول شي بس أخبركم لما انا عم بحكي مع الا انا من الصوت طبعا انا فزيت بلت انا دينية ما بقي يسمعوا انا ما كنت عم بقدر اسمعوا شو عم بتقولي انا انا اول شي لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله انا اوكي هي عم تحكي يعني بعدها عايشة انا لقلي قلت لا سمح الله صر له شي نيفا خلص انا عقلي دينية ما عم بسمعوا شو عم بتحكي بنتي بنتي عم تصرخ وتبكي وانا انا دينية ناطرة اسمع بعد شي كتير بشع انا عم بقول لها از نيثن اوكي هي عم بتجاوي بتقولي ياس بس بعده طريقة البكة تبعها عم بقول انه نيثن از نيثن اوكي ارجع قل لها از نيثن اوكي وي عم تحكي اخر شي هي قلتلي اي نسيتها لقوحي والله اي سوير تقود ان سيت يمكن عم تقلي اي بروك ماي لاغ انا سمعت اي بروك ماي باك انا سمعت كأنه عم بتقلي كسرت ضهري انا اللي اجا براسي انا عارف انه عم تعمل بول بارتي اوكي مع اصحابه انا شو قلت عم بتشك بالبستين وكسرت سنسة الظهري لا سمح الله كأن شو فكركم انه انا انا قاعدة بفرنسا عم جهز حالي للفيلم فاستيفل وبيجيني اتصال بنتي عم بتصرخ ما ما يمكن انتو اعطي عليكم هيك شي قدرتو تضبطو اعصابكن انا اجت مرحلة وتعطيت التليفون لكمال حبيبي كمال انا وحيات الله ولا لحظت انه ايدو عم ترجوف لاجاوزة لا شفته على متلكون على التيفي ولا عرفت انه ايدو عم ترجوف انتو فكركم انه الواحد لما يسمع هيك خبرية عن ولاده بعضه هو عارف انه بعضه حاطت الماسك على وجه يعني العالمي صارت تكتب اشي هالقدة سخيفة او ماي جود ما بديها اصلا بالاكاونت عندي ريلي ما بديها قولوا عني ما بنحبك ما بنانتبعك بشعة ختيارة شو بتكون شو بتكون بس ما تقول عني كزابة بس ادي كلمة بتقول عني كزابة او البلوك اكل واحد من هلا الى قبل الابدين اوكي اذا بتحبوا اعملكم بلوك كتوب لي انت وادي كزابة بعملكم ضغر بلوك اما اذا انا بقول الشغلة اقولوا انه عم كذب اذا بتقولوا عني عم كذب ضغر بلوك اوكي فيكم تقولوا عني مني حلوة ما بنحبك it's okay it's okay it's okay صدقوني الا هالشغلة اذا ايه شو كان السؤال انا فتركم بشي بطلت خلص بس انا فشيت خلقي شو كان شو كان السؤال شو كان هدا السؤال انا هلأ جوابته لا لا هدا انو قلتلونا عن هيدا المشهد اذا كان فيه مشهد انا عم نمثله ايه لا ما مثلنا شي فبراعب لكم هيدا المشهد اللي الناس اتهمونا مثلنا بس ما ما فيه شي كان تمثيل لا ومبين لحظة 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 بس كاميرا هدي كده عمولها لكلناس اللي حواليه اذا هلأ انا هلقدي قوي بالتمثيل فليز جاهزوا لي اوسكار خرينواها على هوليوود وعطوني باست اكترس معقول اذا عم بقدر اقناعكم بهال انو انا ممثلة والله وجوزي طلع ممثل وقالا طلعت ممثل وامي ممثلة ومايا ممثلة انو لا ما فيه تمثيل وقالا نحنا عيلة يعني كلنا ممثلين لكن ليس جوزي في حصول المشهد لماذا هل تشعريني؟ قلتني لسؤال جديد لا 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 أجرب أقرأ أنا 30 ومانا متجاوزة وأعمل سمو بزنس سأرى سؤالكم ما تشعر؟ أبس بالجري كلينكا جول بألجارية إزمان أوكي خلينا نركز هون إذا 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 رأيي أما أكيد إذا الإنسان ما بدو يتغير أكيد إذا ما رحت تفيدكم لأنه خلينا نخبركم خبرية جوزة الأولينة كمان كنت أنا أقول ممكن أن أقول آل عرب للرجال العربي ما بيتقبل الكابوثيرابي لا والله حتى جوزة الأولينة 100% إنجليزة وبيو أمو بيو آيريش وكلهم عينظر هو خيو خيو وإمو بيو وعمتو وخالو وخالتو كلهم يعني شو لكم آيريش آيريش كنت أقوله أنت مرنك أبيض أنت لونك أزرق ترانسبران بتشوفه الشلوش تابعوله بجوزة الأولينكية كتير حلو عفكرة أوكي بس غيرتولي لازم بس حتى جوزة الأولينة رحت أنا عند الدكتورتي عم بقوله أنه لما رجعنا من الهنيمون أنه في شي يعني حب أحكي عنه بعثتنا عن كابوثيرابي وحيات الله ما أجم معي ولا مرة لدرجة أنه كابوثيرابيس قالت لي أنا ما في ساعدك إنه كابوثيرابي إذا هو معا بيجي أنا ما في اسمع وجهة نظره ما في ساعدك إذا أنت عم بتضيعي لي وقت بتذكره ما بقى في استقبلك هادي ثالث مرة تجي لعنة ثالث مرة تجي لعنة لحالك وأنا بلا ما تكونوا اتنينتكن ما في ساعدك وفي ناس أهم بتتستفيدوا أنا وقتي محدود تخيلوا وما خلتني بقى روح لعنة وآخر شي أدى للطلق معنى جوزة بيجنن وبيعقد ولا مرة قلي مسبة ولا مرة أكيد مهنة بحياته بس أوقات فيه أمور بين المرة والرجال خاصة أتكيد المرة بتعرف شو بده بتعرف إنه أنا مستحيل تكفي كل حياتي مع رجال بده يكفي بهيد الطريقة وأنا هيد الطريقة ضده سو بني هيا حتتقدي للطلق فأنا يمكن نقول أكيد لو رحنا عن كابا ثيربي ما كنا طلقنا أنا و ترافر بس إنه هل يترى يترى بنده لا عندي شاب بطير عقل بايلي ولو ما تركت أنا و ترافر ما كنت تعرفت على كمال وعندي بنت بطير عقل اسماقيلة وما كنت تبنيت كمان إنه كمال كان مرحب بفكرة التبني من أول ما تعرفت عليه سو ما بنده بشي بحياتي سؤال بعد معنا تقريبا عشرة دقائق أما شو رأيكم من كفة يجب تكون ياني كفة عملولي ثامز أب أوكي عملولي كتير ثامز أب تعافذوا يكون ياني كفة أما هلكتو من الحديث تبعي أوكي خليني شوف هوني إنت عصبية أو كمال أكتر هلا هون لا في شي معن برنامج أكتر في شي اش عن برنامج أكتر أما عن شخصيتنا لا كلها لا 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 أنا كتير عصبية بس أنا عصبية بعد بيل طوي طويل طويل يعني بطول طول 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 حتى كمال منه كتير عصبية صراحة يعني لا جاوزي منه كتير عصبية بس عنده شغلي إنه فيه شغلي ما بحبه إنه هو موذي تعالش يعني موذي يعني بترق بوز هاي طريقة البوز أنا مبطيئة وأنا ما عندي إياها بشخصيتي ولا أم ولا بي فما تربيت عليها فكتير بيستصعب لما كمال يترق بوز وكمال عم يجري بيغير هيدا الشي إنه نما يكون زعلين نفضل نتخانق نتشارع نعايت نصرخ نرجع نتصالح هيك شو أحلى إنه أصلا إترقنا بوز البوز حيضاير نهار اثنين ثلاثة يمكن أسبوع بالنهاية حنرجع نتخانق فتعنا نتخانق هلا على أنا شو بدي إنت شو بدي قدر أرق ونخلص الموضوع ونبوص بعض وخلص ونتصالح لشو طرق البوز فمنو عصبي انت عصبي شي كمان سيبها لأنه بتشتغل معنا بالمكتب فهي بتعرف لا لا منو عصبي أنا عصبية أكثر لا لا اتقولي الحقيقة اوك أنا عصبية اوك لا بس أنا بدي لكون شغل بس أنا لما جن بجن بس بروق بي دقيقتين بجن لأنه بكون خالص يعني يعني خالص يعني خالص يعني خالص خالص خلصوا خلصوا اوك هي تلاشا لا بعض في ناس عم تكتب خديلي إشة جديدة إشة عن البرنامج بس شو اه هي احلى شي فيك هي اهميتك لأولادك في أحلى من الأولاد من الأولاد الله خلي أولاد العالم كلها يا رب وعن جد بدي لكم شغلة أكثر شي بصلي لها ما بحياتي صليت بس لأولادين أنا على كل عيد ميلادي وعندما خلق ابني بيلي من واحدة عشرين سنة وأنا بطفي شموع عيد ميلادي إنه بس بطلب أمني واحدة وان واش إنه الله يخلي أولاده وكل أولاد العالم وكله اللي بصلي لأولاده ولا الله يخلي كل أولاد العالم والله يبعد كل الشرع عن كل أولاد العالم وإذا في أي شي بحب أن أحكيكم عنه هو كيف تهتموا بأولادكم هلأ بالويكند أخذنا نيتان على البحر وتعرفت على ست ابنه بنفس عمر نيتان في فرق بينهم أسبوع كان ابنه عنده بطء بالحكة فعادت كل الوقت خلص صار راسة معه صار راسة معه وبدأ قناعه إنه تعطي ابنه زيت سمك صاري بدأ قعد خبرية خبره كل خبرية زيت السمك وليه أنا بأيمن بزيت السمك وشو حضرت من واحدة عشرين سنة عن زيت السمك وكيف أعطيته لبايلي وكيف أعطيته لقلة وكيف هلأ نيتان لما بفيت مدرسة أول شي لمعلم معلمة لاحظت إنه قديشه زكي وقديشه جد بالماتس بالرياضيات وأنا هذا الشي بحطه كثير بزيت السمك أنا مش واسي بحب أولادة أنا بحب أولادة بحب كل أولادة بالعالم وخاف عليهم كثير فعشان كثير أوقات بحكي عن كيف لازم تهتموا بأولاد السمك متكلBUöff أولاد أن قومين بحدي لا متأكدون تأتيهمу باحثم ليس ولا حتى عين من قاعدهم لا لالا لااEh إياه إذا إ unintوا مؤذيني تكونوا معهم إذا في معهم أن ناني وأكون تسقوا بالناني أكون تحبوا بالناني بألي بأطفالكم تحبوا أطفالكم بالناني لأن إذا انتم مش موجودين مكتل بتشتغلوا كتير هاكل الناني هي أمي التانى في لازمية تكون مرتاحة هيدا بيتا تحس حقيقة هيدا بيتا عنده حرية التصرف تسوق انتو فيها الولادكن لازم يحبوها لازم تشوفوها هي قدر تحب ولادكن هادا الشي كتير ضرورة هالولد اللي عم بيقضي وقت كتير مع الناني يكون هيدا الوقت healthy للطفل ان هيدا الوقت يكون فيو حب وحنين كمان مش بس يقضي حب وحنين منكم ما تكونوا انانيين فكروا بولادكن وانا بطلع بالي اوقات اعمل لبرامج بس بتخص الولاد واحكيكم لانه انا عمامة مامة ثلاثة من ثلاثة generation يعني مش انه ثلاثة ورا بعض انه كل اللي علم لي انا اخدته عن تربية الولاد هو هلأ اخر مثلا خمسة سنين ثلاثة ولاد ورا لا واحدة وعشرين ثلاثة عشر وخمسة سنين تقريبا نيثن سو بحس في عندي كتير اشي بقدر انا تشارت معكم عن الاطفال اناوي اخر سؤال شو رأيكم صرت اولا دا ساعة 8 الا دقيقتين سو بنخلص بعد هيدا السؤال جوال شو من سارا سي 3 7 7 جوال شو يلي تغير بحياتك من بعد التي في شو يلي عملتي وهل الاحسن او للأسوأ يمكن صرت الناس تعرفني اكتر بكتير وصرت الناس تعرف مثلا زوجي كان كمال بس بتشوفوا بالصورة ما بحيثكم كنتوا تعرفوا شخصيته صرتوا تعرفوا مثلا شخصيته ولاده اكتر صرتوا يمكن تتفهموني اكتر رنا زوار اي لابي يو اي لابي يو اه ساري ساري هلأ لاحظت كنكن راتعال اولي The thumbs Up إني كافه كافه I love you all. I love you. هل عمقول أنه اوكي لا هتعمل لي لانا زيوار thumbs up. راه شفت أنه كلكم هتعمل ليه. I love you so much. الله طار شفتوا أنا شو قديش تركيز عندي بسيط. السؤال كان عن إذا تغير شي بحياتي بعد برنامج. لا صراحة ما تغير شي. بس أنا مبسطت أنه حققت حلم لألي. اللي أنا ابتديتهم من سبع سنين. أنه يكون الأولى من الشخصيات المعروفين يطلع ببرنامج رياليتي بالعالم العربي. وأنا أكيد أتمنى أنه يكفل. أنه أكيد في قصص جديدة. ولما نزل برنامج شل اللي كثير حبيتها. الناس حكت لي أنه تأثرنا فيك. We are really an influence. يعني شفنا أنه قديك أنت مثلا. حدا مشهور. ما كنا نتخيلك أنه أنت مثلا هالقد تهتم بالأولاد. ما كنا نتخيلك أنه هالقد أنت قريبة للموظفين عندك بالشغل. ما كنا مثلا نتخيلك أنه أنت مثلا بعدك تجعل أمك تدخل هالقد بحياتك. مثلا من رحكنا نتخيلك أنه هالقد أنت قريبة لأفراد عائلتك كلها. حتى مثلا لا مايا. لا سلفتي. حبيت حبيت كيف أنتوا صرتوا تفهموني أكثر. هذا كان جيدا لأني. وشفتوا قديش بتعب وراء البرانز تابعولي. هيدا كمي شي كان شي حب أفرجيكم إياه. لتعرفوا أنه أنا بلشت مثل أي حدا من السفر. أصلا بدي أركن شغلة هيدا بكرها. وين كانت وين كانت كلنا. فكلنا بنخلق ببيات لم نعرف نحكي ولا عنا سنان. ولم نعرف نمشي ولا نعرف نركض ولا شي. فكل إنسان لازم يبلش من السفر. كلنا ببلش من السفر. مين ببلش من السفر؟ بس اللي بتزقف له الشخص اللي ببلش من السفر بيتعب على حاله بيشتغل على حاله بيكون عنده دريمز أحلام والأحلام بيحققه. وبتزقplo على ويشتغل عليا. انا لا يعرف ohي anda أردت معي بسرعة أحد من الشيء بالعربي بسمية gia السامن. ما تستسلم第三 سراع. ما تستسلم هذا لأنه مش كل شيء والربح. أنا أخسرت كثير 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 بث حتيل في وقته كثير. خسرت من وقته اخسرت من جيدة أولاده خسرت من جودة أصحابه تعريفها أمامات خاصة. الخسرت دهرات وخسرت ماديا. كثير 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 صارت بأوقات معينة بس هاشي ما خليته يكسرني بالعكس قويت زيادة صار عندي determination اكثر انو انا بدي انجح اخد منكم هلا اخر شي شو ايبا ايبا حلاسة ايبا هكي بغلو اسمك حلاسة انا من فلسطين اهلا وسهلا بكل العالم من فلسطين ازاي اني اشترك بالبرنامج شو الشروط ما بقى في برنامج يا رايد برنامج جوال خلص من زمان وقف بألفين وثمانتاش بس صراحة انبينوا بينكم يعني منيح اللي خلص لانو كان عن جد هداكة مثل فامباير كاني مصطلة دماتي قد ما كان بتاعب اكتر برامج من اكتر برامج المتاعب قد ما فيها اه تصوير وقدي الواحد بدو يلاحق المشتركات اوقات على فترة سنتين انتو بتعارفو اه من وين جيب زيت السمك اوكي سو اه جربوا جيبوا زيت السمك للاطفال وفيكن تبال شو من عمر السنة اوه وزيت السمك انا باعطيه لنايثن باعطيه الليكود يعني هو السائل بس ابني بتقبله انه باعطيه من اول يوم صار عمره سنة نهاري احتفلتله بعيد ميلادي السنة بلشتله زيت السمك ثاني طعمته مثل السرين بس بجس dryer استفرخ ح بس معود عليه حتى الابنته كن عمره سنتين؛ ثلاثة و اربعة ايشو 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 نلتلتلتة ايشو 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 الصار عام ايشو 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 لعنبيت ايشو ريكم ايشوcentury في سماء قلت مرحبا لكم مرحبا مرحبا نيثن 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 جيبوا زيت السمك أهمة نوعية وإذا أولادكم كبار شوي بالعمر جيبونهم الجلي يكون طعمتها على فراز على مشموش على أورنج وإذا كانوا بعضهم بيبيز ع عمر السنة فيكم بلشونهم الشرب أنا بحس أنه كأنه يعني كانتوا نمنح بس بلشونهم بالشرب كان عم أخبركم خبري أنه بنت ألا كان نعطيها الكابسيول هاي دي هي مثل جيلاتين في قلبها زيت السمك كانت تحطها وتقرشها وتطلّ كانت بيحبه طعمة زيت السمك إذا تعودوا لأولاد على أي شيء من عمرهم السنة متقبلوا كل شيء هل تحببتك السمك؟ هل تحببتك السمك؟ هل تحببتك السمك؟ نعم نعم ماذا؟ الآن لم أتسجل لديه أخيار لأجلس وهذا لأنني أخذت الآن أخذت الزيال لأجلس أخذت الزيال لأجلس وما ستكون لأجلس 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 أخذتك مرحبا لأجلس 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 أخذت كل جميع نايتن أول شي هذا شو اللون بالعربة لحربي لشي رارة للسيارة لا بالعربة لأجلس هيدا شو اللون أزرق أم أحمر أزرق ونيتن عد واحد ثلاثة خمسة سبعة ثمينة تسعة عشرة لا 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 نايتن سترق لأجلس يلا أعد للعشرة وادنة واحد إنان ترتي أربة كمسة ستة سبعة سبعة تسعة 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 وادنة عشرة 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 ودت من أنا بحبك ودت من أنا بحبك أنا كحبك من ذلك مامي يحبني ايه تقبرني انا اي لابي ايه ايه تعمل ايه انا اي لابي ايه اوكي نعم بدقلكم باي باي بحبكم كتير واو ايه 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 واشاء الله تكونوا عم بيعجبكم ان جول بلا فلتر اذا ما حضرتو على شاهد تبعوه على ال MBC1 كل ليلة التنين على الساعة عشرة توقيت سعودي وعساعة ساعة 11 توقيت الامارات وو i love you so much سأس determinudo سأسogloك عشو تحبون عمل live حت نحدد المواضيع وواغتيrichtرا ايه ن 分 back ايه نافع ايه نافع roof ايه ��مح! كان سألاتهم لا تبسونا على بسيفه اي سألاتهم أثارة المقارفو أولا رب رب إلى اليون خبار ��ода اريد هذا سئتنا على أن اذهبه هناك شيرا فلونا الموارسة هناك هناك 5369 هناك الثانية يلا يشوف ليس نشر أبي لا لا كما لقلنا أبي إنه أ أبي أبي يا أبتاً هناك بسيء أبتاً يا جيد أين أبتاً BECUY أ delegate أجل دique لاب señor